خلال جلسته الأسبوعية الدورية والتي ترأسها سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ونائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القرار رقم 11 لسنة 2022 بشأن تنظيم المراسي البحرية في الإمارة حيث نص القرار على أن تسري أحكامه على ملاك الوسائل البحرية التي تتخذ من المراسي في الإمارة مكانا لرسوها أو وقوفها ووفقا للقرار تتبع المراسي للجهات التالية أولا المراسي العامة المنشأة في المياه البحرية للإمارة تتبع للبلديات ثانيا المراسي المنشأة في موانئ الإمارة تتبع هيئة شارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة ثالثا المراسي الاستثمارية المخصصة من قبل حكومة الإمارة تتبع لنادي شارقة الدولي للرياضات البحرية كما اطلع المجلس التنفيذي على تقريري أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للربعين الثالث والرابع من عام 2021 حيث تضمن التقريران أبرز المؤشرات حول أداء الموازنة وفقا لقطاعات الإدارة الحكومية والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية ختاما اطلع المجلس على التقرير السنوي لأعمال اللجنة العليا للموارد البشرية للعام 2021 حيث تضمن التقرير إنجازات وأعمال اللجنة على مدار العام والتي شملت إصدار العديد من القرارات والتعاميم ومناقشة الحالات القانونية والتظلمات والشكاوى وإجراء الدراسات والبحوث ترجمة نانسي قنقر